ونختم بكلامنا عن لوكايوبيتش بعد مباراة الأولى وبقول من العدل والمنطق نشوف هذا اللعب هل هو سيء ولا لا في شرط الأول كوريا مدينة كان سيء يعني شرط الأول راموس بعد ما ضيع الفرصة فقط تركيزه وثلاث أربع كرات نضرب فيها كلهم كانوا سيئين يعني ربما في فاران شوي بخط دفاع كان اللي واقف وبعدين حتى إجاء الكرة من عنده وبعدين يعني فريق كله ما كان فيه حالة تحس أنه والله هذا اللي ماسكك اليوم في هذا اللقاء فالفريق كله كان سيء كاسميرو قدم واحد من أسوأ مبارياته ومع ذلك الفريق بالناس بيشوف يوبيتش تحكم على يوبيتش لا طبعا مستحيل هذا رأس حربي صعب جدا أحكم عليه نتيجة كل فريق سيء هذا أولا ثانيا أنه الرجل هاد يعني نسي أصلا أنه بلعب أساسي في ريال مدريد نسي أصلا أنه ممكن يلعب مع ريال مدريد فصعب جدا تنزله هو رساته هو نفسه كحدة تنافسية وحدة دهنية أن يلعب بفريق أول حتى لو كان فريق هذا بدرجة ثانية بده وقت الشيء الثاني مهم بده وقت عشان يتفهم عليه بي معاه يعني محتاج وقت عشان يفهم بنزيمة كيف يتحرك ومندي كيف يلعب العرضية وكاربخال كيف يتقل محتاج بده وقت يفهم هذا الشيء تدريبات ما بتكفي لهذا الشيء فنيجي نحكم عليه بعد كل هذا لا هذا ظلم هذا ظلم كبير عشان يوبيتش يختبر لازم يرجع يلعب ما بقول يبدأ أساسي مبارا الجاي بدل بنزيمة لا بقول لازم يشوفه يلعب عشين خمس عشر دقيقة يعني هذا الطبيعي إذا هو جاي مهاجم ثالث لبنزيمة وبقصد بالثالث أنه بنزيمة بعدين بنزيمة وبعدين يوبيتش يعني هذا الشيء تاني لازم ينحكم مع اللاعب بصراحة وأنا أقصد في المقولة تاعتي ثالث أنه لو بنزيمة اللاعب سيء بيكمل تسعين دقيقة فبنزيمة بصير بديل بنزيمة وبعدين بصير يوبيتش أما إذا هو بديل ثاني معناها لما بنزيمة يكون مبارا سيء لما الفريق يبحث عن الهدف ينزل يوبيتش بوقت منطقي مش بالدقيقة 88 وال89 أما نحكم عليها بمباراة لا مش منطق مش منطق أبدا وبالنهاية هو سهم بلقطة مهمة أدت بشكل أو بأقر لانتصار الفريق نوصل لنا إلى حلقة زل بمدريد كنت معكم أنا محمد العواد موجود فيسبوك تويتر وإنستجرام وضروري جدا تتابعوني على سيرفيسبورت والسلام عليكم ورحمة الله شكرا